والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا غذرا أو نذرا إنما توعدون الواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل وإلي يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين وإلي يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فاجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون وإلي يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وإلي يومئذ للمكذبين ينطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون ينطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليله ولا يغني من اللهب إنها تضمي بشرر كالقص كأنه جمالة وعنصف ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذل لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيدون فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون قلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إن كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كنوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون ام ام